بائر ابتداء من اليوم بوهران شغل الندوة التاسعة رفعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا تحت عنوان دعم الأعضاء لأفارق الجدد في مجلس الأمن للأمم المتحدة في التحضير لمعالجة مسائل السلم والأمن في القارة الإفريقية الندوة التي تجري فعاليتها بمدينة وهران تعرف مشاركة رفعة المستوى خاصة على المستوى الوزاري للدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي وكذا الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة إلى جانب خبراء وممثلين سامين لهيئات إفريقية ومنظمة الأمم المتحدة ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس السلم والأمن الإفريقي والأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة في تنفيذ مهامهم خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن المواقف والمصالح المشتركة لإفريقيا أثناء عملية صنع القرار في مجلس الأمن الأممي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة أكد أن الجزائر ستواصل للطلاع بدورها كقوة فاعلة من أجل السلم والاستقرار في إفريقيا وتقديم دعمها الكامل لتنفيذ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعا وأن أنقل إليكم تحية الرئيس عبد المجيد تبون وتمنياته بالنجاح الكامل لأشغال الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا لقد أصبح هذا التجمع السنوي الذي قررتم بشكل جماعي العام الماضي تسميته باسم مصاري وهران عبر الاختيار الصائب لهذه المدينة الجميلة لتكون مظيفته الدائمة مصدر إلهام مهم لتعزيز هدفنا الأسمى المتمثل في جعل أفريقيا ترافع بصوت واحد على المستوى العالمي لسيما داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة